من الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى لحبابي يكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة تنتمنى لكم إن شاء الله تكونوا بزيانين وتكونوا بخير وعلى خير إذن معنا اليوم بعض الوصفات اللي احطينا في القناة وجابوا نتيجة مع الناس غادي نعودوهم وغادي نديروهم إن شاء الله إلا نسيناهم نتفكروهم باش نعودوه ونديروه حالطاقة باش تجلبوا الخيرات وانطردوا النحس من العتباء ومن البيت ونعطيكم بعض الوصفات اللي رائعين دازوا في القناة ولكن كانوا روعة روعة لأنهم جابوا نتيجة مع الناس والتعليقات هم اللي تحكموا إذن الوصفات الوصفات ديلتوما هي من أقوى الوصفات اللي تحيدوا النحس من العتباء والسحر المرشوش السحر المرشوش اللي تيرشوه أمام العتباء ثم مع بعض المكونات تطردوا السحر من العتباء ثم اللي حطينا عليها حطينا عليها العرعار نقطعوها في واحد لطرات الماء نقطعوا واحد الفص أو جوج فصوص نحطوا صالحة للرزق وصالحة صالحة للرزق وصالحة حتى للإبطال إلى درناء واحد ثلاث الفصوص ونقطعوهم جيدا وغادي نخوع لهم المبيض جافيل أو احنا نقوله آتشي أو المبيض إذن أنخوع لهم مع العرعار نبيتهم ليلة كاملة وغادي نبدأ نمسح بهم العتبة أمام العتبة دائما كل أسبوع نجدد هذيك الطاقة ديال آتشي هو المبيض مع العرعار مع ثلاث فصوص ديالتومة ننسى الوقت أنتي تتمسحي إذا بغيت تبطل السحر وبغيتي أن البركة تجيل العتبة غادي نقول لك شنو غادي ديري إن شاء الله إذن بعد ما قطعت ثلاثة الفصوص ديالتومة على نية جلب الرزق وطرد توقيف الحال لسبولية السحر المرشوش شنو خاصني ندير غادي نجيب واحد القنينة ديال المبيض وغادي نخوي فيها ثلاث فصوص مقطعين ديالتومة وغادي نضيف لها جوج معالق ديال العرعار بيتة ليلة كاملة ومن بعد الوقت اللي نبغي نمسح الوقت اللي نبغي نمسح العتبة خاصني نحصن راسي لأن بعد الناس ما تحصنيش راسك بأية الكرسي قبل ما تبدأي في المسح لأن السحر المرشوش عنده خدامه والوقت اللي تبغي ترشي العتبة أو تمسحي خدي واحد المينديل يكون نضيف وغادي نبلو بهذاك الماء ديال العرعار مع المبيض مع التوم وغادي أنا تنسح وتنقرأ هذا الآية إذن الآية غادي نقرأها سبع مرات ولكن قبل ما نبدأ غادي نحصن راسي بثلاث مرات آية الكرسي نقرأها على نية التحصين لأن آية الكرسي هي رائعة في التحصين وتحصني راسك باش ما تتأديش من هدك خدام السحر اللي تكونوا أمام العتبة مرشوشين لهاد الغرض على حسب المشاكل أو قلة الفلوس أو دائما أنت ما قادراش الجنسي في البيت أنت دائما تتحسي بقنطة في البيت وتتحسي بأنك عندك تئاب هو غير من السحر اللي ترشع لك على نية إما ترحلي وإما يكون عندك سطاع وإما قلة المال أو لأسرة تشتت إذن خدموا على ريوسكم في هذا الغرض إذن الثلاث فصوص يحلوا لك المشكل ولكن حصني راسك وانتي لوقت المسح أتبدي تقرأي آية الإبطال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله الله سبحانه وتعالى أي حاجة جاوبها غايت تبطل بإذن الله بغيت الرزق وانتي ت ATMسحي كملت سبع مرات ما جئتم به السحر إن الله سيبطله غايت نفتع اليمين وعلى اليسار وانتي تتمسحي ولكن إذا بغيت الرزق غايت تبقى يطولي يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق وانتي تتمسحي واثتقرأي بدون عدد وبعد تتنفتي على العتبة وتنفتي على اليمين وعلى اليسار وعلى الباب والدخلي إن شاء الله بحول الله على نية قرد الموانع شحل خاصني نديرها هاد صغة ديلمس ثلاثة أيام في كل أسبوع تاخذ دائما منديل أبيض أو منديل نضيف وتمسي به على نية تطهير العتبة وأمام العتبة بدون رشان غير مسحو لأن المبيض تيأثر على الملابس ما يخسرش لك الملابس ما يخسرش لأي شخص دازب لذلك المكان ما يخسرش للملابس المبيض هو جابين إذن غادي نتاقلو إلى الوصفة ديال الرزق لي بغينا نجيبو الرزق غادي ناخدو وحدة غادي ناخدو حدكة وغادي تكون جيدة اللون ديالها أحمر وتكون عندها هاد 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 مصمار ديالها وغادي نوضعو هنا خمس دراهم خمس دراهم هديك خمس دراهم اللي غادي نوضعها للرزق غادي نوضعها للرزق ولكن من بعد من نسادي منها غادي نصدقها إذن هاد تومة غادي نكتب فيها يا رزاق يا رزاق يا رزاق العدد اللي كان في تومة يا رزاق يا رزاق يا رزاق حتى تكملي هتكتبي بقلم أو إبرة يا رزاق يا رزاق يا رزاق تكتبي هاد تومة يا رزاق يا رزاق يا رزاق وتوضعي خمس دراهم أو عملة فيها الرقم خمسة اللي غادي تنوي باش تصدقها ولكن تحلي شوية هنا وتوضعها. اذا لو وضعناها غادي نديرو لها خيط ابيض ونعلقوها قريبا للعتابة. غادي نوضعوها قريبا للعتابة. نقدر نخليها مدة شهر او نخليها مدة شهرين. وهي معلقة ولكن من سلي منها غادي تحسي بالرزق وغادي تحسي بالطاقة ديال الفلوش بدأوا يدخلو العتابة. وبديتي انك تتفائلي بالراقم خمسة. هيكون عندك الامور كلها جيدة. لان في علم الارقام علم الارقام الرقم خمسة هو جيد لجلب الخيرات. وطرد النواحس. اذا غادي ناخد هاته ما من سلي منها. غادي تلقوها كرمات شوية. غادي نشاعل واحد المجمر. غادي نشاعل واحد المجمر. وغادي نقربها للباب باش نطرد النواحس. لانها اخدات طاقة. غادي تحيد لكم النحس ودلب لكم الخير. غادي نوضعها وسط المجمر. نحرقها حتى تصير رماد. خمس دراهم او عملة ديال خمس دينار او خمس اه شوفوا على حسب العمولات اللي عندكم. وغادي ان شاء الله هادك الرماد ديالها. نديه المكان عاشب واللوحو. اما الفلوس اللي كانوا وسطها. غادي نصدقهم ونقدر نكررها لانها رائعة واكتر من رائعة. بغينا نجلبوا الرزق للعتابة. غادي ناخد. غادي ناخد واحد تومة. سبع فصوص ديال تومة. وغادي ان شاء الله غادي نقع نحك على العتابة كل فص. كل فص غادي ندع نحك على العتابة. وانا تنقرأ ان هذا لرزقنا. غادي نحل شوية هنا. غادي نحل غادي نحل الباب. وانا تنقرأ ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ. وانا تنحك على العتابة. ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ. وانتي تت. للعتابة وعلى باب العتابة من الداخل ومن الخارج. سبحان الله الرزق ما تعرفوش مني. مني تيدخل. تيولي الرزق. تيولي حتى البال تيجري في الحقيبة ديالك. الناس اللي عندهم تتابعة في الرزق يحاولوا انهم يحطوا واحد الفص ديال التومة في الحقيبة. تكون الحقيبة ونوضع واحد الفص باذن الله. غادي يكون عندكم رزق وفير في الحقيبة. اذا الحقيبة تكون ممتلئة حاولوا انكم تأخذوا واحد الفص ديال التومة. اذا بغيتوا الحقيبة يكون دائما ممتلئة. دائما نحط فيها واحد الفص ديال التومة. يكون غير صغير. يكون غير صغير. هذا صغير جدا. بحال هكا. بحال هذا. انكتب فيه يا رزق. وغادي نوضعه في في المحفظة ديالي. واندير له بابياليمنيوم ونخليه. تواحد ما يعرف اشنو عندي في الحقيبة ديالي. غيكون عندك ان شاء الله الرزق لكثير. ودائما بتصطمط ما عمره اخوة. ولكن خدوا التوم الاحمر. ماشي الابيض. التوم الاحمر قوي في الريحة دياله. وقوي في الجلب. عندكم البنت اللي عندها نحص بالخطوات دياله. البنت اللي تتكون عندها النحص. هذك النحص دارتوه هي. دارتوه بكلامها. تتبوح باسرارها. تتبوح بالاسرار ديالها. ما عندنا ما ندره لها هي تتعود على رأسها كأنها كتاب مفتوح. اذا هذه البنت خاصة تعلم انها تكتم اصرارها. لان هذا شيء يجلب لها غير النحص. ويجلب لها قلة الحض. اذا دائما ناخد فص ديالتوما. قبل ما نخرج نحكو على اه الحداء ديالي من الخارج. ماشي من الداخل. ندير واحد الفص ونحكو على اه على سندالة او سباط او سبرديلا او اي حاجة مهم الحداء نحك توما على اليمين وعا اليسار. فقط. وغادي ان شاء الله المال يجري حتى في القدمين ديالك يولي عندك المال في مكان تمشي تمشي ليه في العمل في كل الامور في البيع الشراء يكون عندك المال. ولكن حكي توما على الحداء ديالك باش تكون عندك البركة والطرد النحص والطرد التوابع اللي عندك. اذا توما يا توما جيبي لي الرزق من كل درب وكل حما. توميات توميات تومي بغيت الرزقي يكون اليوم توميات 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 ت على نية الرزق. البنت اللي بغى الرزق يكون عندها والزواج. تحل آآ الباب. وتحل وتحك هاد التويمة. وتقول تومة يا تومة. بغيت الخطاب ولاد ادم ولاد هو. يدخلوا للعتابة. وربي غاد يسخر. النية والاسباب. خدوا بالاسباب. تتضروا التحد. تجيبوا غير الرزق. وبغيتوا غير الرزق. وبغيتوا الله سبحانه وتعالى يعونكم. ويجيب لكم الاسباب. انتم ما ديروا الاسباب. والنية الحسنة. غتكون معكم ان شاء الله. اذا حبابي. تنتمنى ان الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.